اشتركوا في القناة 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 بالنسبة للمشهد اللي هم اشغالين عنه. وطبعا احنا هنحتاجها وحنشوف هنعمل لها هنشغل عليها ازاق. لو جينا فتحنا صورة بالمنظر ده. طبعا الصورة دي واضحة عندنا ان هي ميتة. يعني تقريبا الصورة في عارف الناس اللي بيصوروا لو حد معانا. دي بتسميها صورة ميتة. لان المعالم بتاعتها معالم كلها معالم رضيقة او معالم ميتة. فاحنا عايزين نحط شوية اه اه نلعب في بتاعها عشان يبدأ يزهر لي الصورة بملامح افضل من كده. وعن طريق الابشن بنجيب حاجة اسمها او بيزهر لنا الشكل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. كده قبل. وكده بعد. وازر نفاق كبير جدا ما بين الصورة قبل كده وبعد كده. وبتبدأ تحرك الريدز بتاعته وتقوي التفاصيل. والزلال او تقليها. بتعمل للحواف بتاعت التفاصيل كلها. وتبدأ الجاما. الجاما يا جماعة مصدر الدوق الكوني. الناس يعني هي بنستمدها من اللغة الكونية. اللي هو الجاما اللي هي مصدر الدوق الكوني. زي ما احنا شايفين ان هو يبدأ ايه? يعمل لجاما اكي ان هو بيبدأ من فترة النهار لفترة الليل. وبيبدأ يحاول يحافظها التفاصيل ويزهرها سواء بالليل او بالنهار. الايكستيبوشار واحنا عارفينها بتعمل ايه? بتعالج اللاساعات اللي موجودة في الكادر. وديتيلز بتحافظ لي بتظهر لي التفاصيل اكتر او بتقليل التفاصيل. يبقى وش هادو والهايلايت ده في الادفانتز في الادفانسد حنبدأ في الظلال وفي الايه? وفي الهايلايت والفيبرانس والحاجات دي احنا اخدناها قبل كده وتكلم نعمل. بيديني في الكيرف هنا بيقول لي بيقول لي ازا كنت عايز تلعب في الزلال ويضغط على المشهد كله بتبدأ تتحرك بالكيرف ده الفوق. بيبدأ يزود لك الضوء النهاري والتحت يزود لك الايه? التأثير الليلي. زي ما احنا شايفين بيزهر معنا بالمنظر ده. يبقى في الاخر زهرت معنا النتيجة دي. لو جينا عملنا كنترول زي كتل اول بالمنظر ده بعد بعد محرقناها او قدلنا لها هيدري او ايه ايه دي ار بقت بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. كمان من من في حاجة اسمها اللي ببساطة ان هو بيديني قدامي او ويندو قدامي متكونة من ايه? على وستوريشي. وعندي هنا فاين اما بتيجي تزوده بيبدأ يزود لك ال الاضعات زي ما احنا شايفينه او التأثيرات او بيبدأ يقللها. عندي هنا الوريجنال اللي هي الصورة الاصلية. وعندي هنا الايه? الصورة الحالية. بعد التعديل يعني لو عملت ايه تعديلات بتظهر اللي هنا هي وهنا دي الصورة الاصلية عشان اقارن ما بين الاتنين. عندي هنا ده مسؤول على الاضاءة واللي تحت ده مسؤول عن ايه? عن الزلال. وده بيقول لك هو حاليا وضع ايه بالنسبة للاضاءة والزلال. يبقى هو ده هو ده. هنيجي هنا بيقول لي هتحط جرين شوية جرين في الصورة او هتحط شوية اصفر في الصورة او احمر في الصورة او شوية ماجندة او شوية ازرق او شوية سيان. ده بكل بساطة يبقى ما نيجي ننفذ الامر تاني. هنختار ونبدأ نقول الصورة دي عايزة ايه. اولا الصورة دي ممكن نحط لها اضاء. يبقى نضغط هنا كليكة واحدة بس. تمام? ممكن كمان الصورة دي عايزة شوية صفار. يبقى من اليلو اقدر ايه? ازود اليلو فيها شوية. وادي لها شوية احمر. تمام? حاسس بردو لسه يعني منظر قدامي فيها اهو. هدي لها شوية سيان مسلا. تمام? ايه المفروض ان فيها اعشاب يعني حديلها شوية اخدر. ممكن اقلل التأثير من هنا. وابدأ احط. تمام? كل ده انا بلعب فين? بلعب في اللون. طب انا عايز العب في في البكسلات الخاصة بالشادوس. يبقى بقى ام اختار الشادوس والميت تون موجود. يعني خلاص انا عملت ايه? عملت شغلي عليه? موجود. برجعة نقل بقى للشادوس. بقى ام اختار الشادوس واقوم ايه? زابط الدينية في الشادوس والهايلايت. اصبت دينية في الهايلايت. والستريوشن بقدر ايه? بيقول لي دي الحالية. ودي لو انت حتزود او انت حت ايه? حتقدي. بقدر ازود او اقدر اقلل من هنا. تمام? وقدر اختار الميت تون. وقدر اضغط اوكي. هيزهر لي بالمنظر اللي انا شايفه قدامي ده. لو راجعنا كنترول زي هيكت كده. هتبقى بالمنظر اللي انا شايفه قدامي ده دلوقتي. تعالوا نجرب انا ما عملتهاش قبل كده بس تعالوا نجرب نحط فيها هيدري. ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي? نفتح الجامع شوية. واكزيبوشر ندي له سينة اكزيبوشر بسيطة. ونوضح ان تلزي شوية. بسيطة خالص. ونغمقها سنة. يعني. اعتقد ان المنظر قدامنا اختلف خالص. لو احنا عملنا في فيرت. ايه وكان كده. الدنيا الصورة ميتة. مفيش خضار. مفيش حاجة قدامنا. طبعا بعد ما عدلنا. الدنيا كلها بعد ما اتمنوره قدامنا. وكده احنا ممكن ان احنا ايه نستفيد من الموضوع ده. اعتقد مش موجود في الايه? في البن. يبقى في الحالة دي. حاهم واخد كوبي من اللير. كنترول جي. ومتعدل على الكوبي ده. انا مسلا اعمل كده. ده كان اصل الصورة. باهم ااخد منها كوبي. وباهم اعدل عليها. ليه? عشان احتفظ بالاصل مدام? مش موجود عندي متوفر ان انا نزله في لاير. اقدر ايه? يبقى موجود عندي الاصل وموجود عندي ليه? الصور. طيب. ايه تاني? الدستوريت يا جماعة بيحولي الصورة الابيض واسود. بكل بساطة. اختصاره. كنترول شيفت يو. كنترول شيفت يو. اهو. الاختصار جنبه. بيقوم احولي الصورة الايه? او اللير اللي انا واقف عليه بالزبط. بيحولي اللير اللي انا واقف عليه. لابيض واسود. تمام. عندنا ايه تاني? عندنا الماتش كالر. لزيز الماتش كالر. تعالوا كده. نفتح مثلا الصورة دي ونفتح الصورة. هنيجي نشتغل على الصورة اللي قدامنا دي. هنجيب من حاجة اسمها ماتش كالر. ببساطة يا جماعة. الماتش كالر بيقولي ايه? بيقولي هتاخد لون او تأسير من اي حاجة انت فتحها سواء جوه الديكومنت ده او اي ديكومنت تاني انت فتحه. وتحطه تأسير فوق اللير اللي انت عملت عليه الماتش كالر. طب ازاي الكلام ده? لو جينا هنا من السورس وجينا فتحنا هنلاقي عندنا ايه? اسم الديكومنت الاولاني واسم الديكومنت التاني. تمام? لو جينا عملنا الديكومنت ده وخليناه. تلات ليره. وده ليارين. واحنا شغلين هنا. هنشغل على اللير ده الاخير ده. تمام? وجيبنا من امج ادجاست منت ماتشكا. وجينا فتحنا قلت له اختار لي من ايه? ده اسمه ايه? دي اس سي سي زيرو سبع. اهو دي اس سي سي. ههم اختاره. تمام? ام جايب لي حتى السورة بتاعته. لو فتحته في اللير زي بيقول لي انت عايز تختار انهي اللير. اللير باك جراوند والليير وان ولا مرجد. اعمل لي مرجد. واهمي عندي. في الماتشكلار. وانزل لك بيها كلها. يبقى انا اقدر اختار اللير واقدر اختار الايه? البات جراوند. اهو قادر اختار اي لير وقدر عمل مرجد المشهد كله بتاع الديكومنت اللي انا اخترته من السورس. وينزل عليه الافيكت كامل. انا اخترت مسلا مرجد. نزل على الصورة بالمنظر اللي انا عامله قدامي ده. او اعالج فيه. يبدأ ينزل قدامي بالتأثير اللي انا شايد. يا جماعة بيقولك ان انا هتنزل التأثير بس اتحافظ لي على الظلال والاضعات بتاعة اللير اللي انا بعمل عليه الافكت ده. وده بكل بساطة. اليه المشكلة. اقدر ان انا احدد واحد زي ده مسلا واطبق عليه. واحنا قلنا الموضوع ده يثبت في كله ان انت ممكن تحدد وتطبق عليه اللي انت عايزه. عندنا ايه تاني عندنا الربليس كالر. ننفل ده وانيجي هاني. هنجيب من امج ادجاستمنتز حاج اسمها ربليس كالر. وهقول له اختار لي بالقطارة اختار لي لون التشيرت. اللي هو اللون ده. اختار لي لون التشيرت. ممكن اجمع عليه لون جمان اما اختار القطارة الزائد واضغط. واضطرح منه لون لو ايه? لو اختار الناس واضغط. تمام? هو اختار لي لون تشيرت. هعمل ربليس لللون ده. يهمة. بزبطه من هنا. يهمة ببدأ اضغط هنا واختار اللون اللي انا عايزه. طبعا جالي الجزية دي بعمل زائد وبختار الجزية اللي جنبها عشان يجيبها كمان. طول ما انا بختار بيوم زودلي لايه? الجزيات اللي انا بغضغط على. وببدأ اتحرك. بيبدأ يغيرلي في اللون بالصورة اللي انا شايفة قدامي. عندي مثلا الجزية دي. مش عايزة تظهر. بفتح. الفيزونيز هنا. او الفيزنس. بيفتح معايا. المساحة اللي انا ببدأ اغير عليها لايه? الكلر بتاع او عمل لها ربليس للكلر. تمام. عندي بقى جماعة ايه? عندي من حاجة اسمها ايكولايز. لو انا جيت مثلا انفتحت الصورة. زي الصورة دي. وعملت من ويندو. هنجيب باندو. اسمها هستجرام. او هستجرام. هستجرام يعني بيعمل لي رسم بياني للون. لون اللير اللي انا واقف عليه بيعمل لي رسم بياني. وعشان يوضح معانا اكتر. هنجيب البوسترايز لو انتو فاكرينه. اللي بيقلل لي عدد الالوان. واخلي العدد مثلا ايه? تمانية. ومن هستجرام او هم فتح من هنا او هم اختار او او فيو. هعدل حاجات دي هعدل الشرط دي. هلاقيهم تمانية. يبقى معنى كده انه اداني رسم بياني يقالي دلوقتي انت عندك تمن مستويات لايه? للالوان. وفي الريد وضعهم كده وفي الجيرين وضعهم كده وفي البلو وضعهم ايه? وضعهم كده. اقدر اختار من هنا الكلار او اختار ار جي بي مع بعض. او اختار اي حاجة انا ايه? انا عايز. وطول ما انا بزود طول ما بيبدأ يزيد معايا الخطوط بتاعة الهيستو جرام. يبقى ده معناه ان هو بيعمل لي رسم بياني زي ما احنا شايفين قدامنا المنظر بالصورة. تمام? ماشي. احنا عارفين ان ايه يعني ايه? يعني تعادل. لو جينا ضغطنا ايكولايز دلوقتي. اه لازم اشيل العافة على اللاير واشيل التأثير. ماشي نضغط اف ده اصل الصورة. احب ده من امج ادجستمنت هجيب ايكولايز. عمال لي هنا ايه? زي ما احنا شايفين عمال لي تعادل في نسب الالوان في الصورة. يبقى لو الصورة نسب الالوان بتاعتها مش مزبوطة بيعمل لي نسب الالوان بالنسبة والتناسب والنسبة ما بين اتنين والتناسب ما بين تلاتة واكتر. ده الفرق ما بين النسبة والتناسب. تمام? بيعمل لي الوضع ده وبيديني نتيجة بيقول لك دي النتيجة بعد ما اتطبع عليها الايه? الايكولايز. عجبتك او ما عجبتكش. وبيظهر لنا بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا. لو جينا اخترنا مسلا صورة تانية. نجرب عالصورة دي مسلا. ومن اميج ادجاستمنت كولايز. بدأ يعمل لي كنترول زي. بدأ يحاول يعمل لي لحد ما. تعادل. في الايه? في الالوان. وفي الاضاءات. وفي الظلال. عشان يقدر يحاول يوصل لصورة. اقدر اشتغل بيها على طول. ومع الكولايز اقول ان احنا كده خلصنا الادجاستمنتس. ودي اللي تحتها دول تلاتة اوتو. اوتو للتون. يعني اوتوماتيك بيديك بيكترح عليك. لو جينا طبقناها. كنا طبقناها عليها. لو جينا طبقناها عليها. قلت له اعمل لي اوتوماتيك للتون. مش قادر هو مش قادر يعمل في الصورة دي اوتوماتيك للتون. طب لو جربنا اوتوماتيك للتون. لا كده في حاجة. هو بيقصر يعني لو دليل لو جينا بصنا الوستجرام هنا. هو بيقصر. خلينا نشوف صورة. اه. واضحت هنا اوتوماتيك للتون. لو جيت بسيط هتلاقيها ايه? العلوم بتاعتها بدأت توضع اكتر. بيديناك طراحات يعني. وغالبا احنا ما بنستخدمهاش ومنشتغلش بيها. ده بيديك اوتوماتيك للتون والتون والتون ايمنش زايز واحنا عارفينها وتكلمنا عليها. والكانفاس زايز احنا عارفينها وتكلمنا عليها. والامنش راتيو احنا اتكلمنا عليهم. في الترانسفورم. والكروب احنا اتكلمنا عليها. اه اه اتريم يا جماعة بكل بساطة. بيقول لي ايه? بيقول لي لو عندك اي لون سادة. وجواه مشهد صورة او ليرين او خمسة او عشرة او مية او الف. وانت عندك ايه? عندك جزئية زيادة برا. عايز انت مش محتاج الجزئية الزيادة اللي برا دي. بدل ما تعمل كروب وتزبط الدنيا. لا عندك اوبشن من اميج تضغط ريم على طول. بتقول له منين? بتقول له على يعني الغيل الطوب والغيل البوتن والغيل ليفت الغيل رايت. او اي جنب واحد انت عايزه تقدر تتحكم وتدفي وتقيد اي ايه? اي واحد من دول. لو قلت له الاربعة وضغطت اوكي. بدأ نحول لي اللير بالمنظر اللي احنا شايفين قدامنا ده. هو كان كده. بعد الترم. لغالي جزئيات اللي برا اللي ما في هاش شغط. وزهرها لي بالمنظر اللي انا شايفه قدامي ده. طيب. عندي من اميج. ايه تاني? يا جماعة بص اه يعني ايه? انا عندي اللير ده. نعمل بقى عندي اللير ده طالع برا كده. او طالع برا خالص. انا مش شايفه. هو عندي بخفيه بزهره انا مش موجود اصلا مش شايفه. تمام? بقدر اعمل من اميج بيبدأ يزهر لي اي لير موجود عندي برا الديكمنت ويكبر لي مساحة الديكمنت بالكامفاس سايز اوتوماتيك. يبقى لو انا جيت عملت ده كده. وصحبته جوه هنا كده. وعملت ريفيل اول حتى وانا خافيها. برضو عمل لي ايه? عمل لي ريفيل لها. لو جيت عملتها كده كمان. وعملت ريفيل. بدأ قبر لي على ايه? لحد ما يزهر لي اي لير مخفي جوه. ومع الريفيل اول. بخت محاضرة النهاردة. رقم تسعتاشر من الكورس الخاص ببرنامج ادو فيتشوب ازا كان في توفير من عند ربنا. وازا كان في ساعة وخطأ او انسان فان هو منا من شيطان. اسألكم اندعاء شكرا لكم. كان معكم محمد وعمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة البنتون كولر. اما باجي بفتح من هنا في حاجة اسمها كولر بفتحها بلاقي فوق البوك حاجة اسمها بنتون. تمام بفتحها كل دي يا جماعة انواع بنتون على مستوى العالم. هنشتغل بيها ايه? هنشتغل بالبنتون صولد كودد. وتحتها على طول بنتون صولد ان كودد. ده النسب بتاعة الطباعة. الكودد والان الكودد. الكودد بتاعت ايه? بتاعة الورق الكوشي وورق الجلوسي والورق المخصوص والورق دا كله بتاع بيشتغل ايه? بيشتغل الكودد. الورق الخفيف زي ورق جريد ورق الخفيف ده. اللي بيشرب الحبر ده بيبقى ايه? بنختاره ام كودد تمام? ودي بتبقى علب بتتباع بالكود بقول له عايز عايزك تجيبل عيل yesterday بتاعت بانتون متين و وحداشر سي كودت بيمشى رهالك العلبة على بعضها. عشان تطبع بيها. ده الهويات بتاع بتاع الشركات. او الهوية الرسمية بتاعت الشركات. ببساطة انت اخترت اللون ده. اللون ده تحتيه اسمه. او بانتون متين واتناشر سي. يبقى خلاص هو ده اللون بتاعك اللي انت بتشتغل عليه. بكل بساطة. خلاص اول ما ضغطت وكي انت كده اخترت الايه? البانتون كولر ده. وده اللي انت هتشتغل هاي. ده انا بشرحها من ناحية البيكر بس. ما كلمتش على وفاصل الوان. ولا شانوز. انا شرحت لكم البانتون من ناحية البيكر بس وبتيجي منين وبتيجي زي. والكود بتاعها رقم ايه. محدش يستنصح لي بقى ويوم ضغط لي بيكر ويوم ايه? قال لي نسابها ايه? لا. دي نسابها قدامك بس. انما لازم الالوان البانتون بتيجي من بتيجي بالكود بتاعها بتتبقى الجنسة. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر